بينما تدعي الحكومة في بغداد تخصيص نفقات كبيرة للنهوض بقطاع التعليم وإعادة تأهيل المدارس المدمرة يظهر الوجه الآخر للفساد والإهمال تتضح انعكاساته على أحوال المدارس والمراكز التعليمية في جميع المحافظات العراقية دون استثناء مدارس بابل هي جزء من هذه الصورة القاتمة التي أصابها الخراب إلى أن وصل بها الحال حدى الاستعانة بالمنظمات الدولية لتوفير مقاعد دراسية وسبورات أوضاع تكشف حجم الفشل في عمل وزارة التربية عامة والحكومة في بغداد بشكل خاص وجود خلل في الكابينة التنفيذية على مستوى وزارة أو غير الوزارة هذا نتيجة الحروب التي مرت بها البلاد كذلك الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بعد مرور أكثر من 14 عاما على إخفاق وزارة التربية بتأهيل مدارس بابل أقدمت منظمة عالمية على تجهيز عدد من المدارس في المحافظة تقول الحكومة المحلية إن هذه المبادرة جاءت لسد النقص الحاصل في المدارس بعد عجز وزارة التربية عن القيام بواجبها بالرغم من الميزانيات الهائلة التي خصصت لها طيلة السنوات الماضية نقدم هذا الدعم إلى 13 مدرسة على عموم المحافظة كبداية أولى وننطلق من عدها إلى باقي المحافظات لحد ما نوصل إلى جنوب العراق للبصرة نرى أن هناك حالة ضعف وإحتياج حقيقي بقطع التربية وكثير المدارس محتاجين من الصبرات ومحتاجين المقاعد الدراسية حال التعليم في بابل والمحافظات الأخرى في تدهور مستمر وهو ما يهدد مستقبل أجيال متعاقبة هم ضحية حروب كبدت العراق خسائر كبيرة حيث تشير تقارير دولية إلى وجود ما يزيد على ألف مدرسة طينية في العراق تخلو من المستلزمات الأساسية فضلا عن عدم جاهزية بعضها لاستقبال الطلاب وبحسب تقارير لليونيسكو وصلت نسبة الأمية في العراق إلى 18% نكسة حقيقية تعرض لها تلاميذ الابتدائية بشكل خاص فهم يحتاجون في هذه المرحلة إلى تعلم أساسيات القراءة والكتابة